عايز اوريكو بقى طبعا بيرو كده سريع ليه التلات اهداف لتحاد سكندري مبارح يعني عايز اقولكو بلغة كرة القدم كده كيفنا كورة كيفنا كورة لعب ماتش كورة يعني حاجة مفيش اجمل من كده تحاد سكندري بيعيد اكتشاف نفسه مرة تانية الحقيقة من سنوات مش هقولك من شهور من سنوات لم نشاهد تحاد سكندري مثلما شاهدناه هذا الموسم بشكل عام وتحديدا مباراة الامس بشكل خاص انتشار روعة نقل على الارض روعة تحركات وتبادل مراكز روعة تزديد على المرمى من كل الاتجاهات روعة تواجد وخطورة دائمة روعة انتشار روعة اقول زي ما انت عايز تقول في سيد البلد في مباراة الامس تحديدا والله لو استمرت حاد سكندري بهذا الشكل وهذا الاداء المبهر لانه كان بيلاعي فرقة كبيرة مش فرقة صغيرة الاسماعيلي يعني افهم الكلام ده ما ينفعش اقوله لو كان بيلاعي فرقة صغيرة برغم من الفيش مادلاتي فرقة صغيرة لكن هنقول مش الاسماعيلي لكن كله انه يعمل هذه المباراة بهذا الشكل قدام الاسماعيلي الكبير لو استمر كده هيبقى على الاقل موجود بقوة في المربع الزهبي على الاقل على الاقل وطبعا الاسماعيلي لابد ان يراجع اوراقه مرة تانية هو ماشي في البطولة العربية بشكل جيد لكن مش ده الاسماعيلي اللي احنا شفناه مبارح شبه مش موجود في الملعب امام العملاق الاخضر نشوف بقى بسرعة كده الاهداف التلاتة انه احلى من بعض رحية التلاتة اول هدف جابه طبعا محمود رزق في الديئة واحد وعشرين ضربة ركنية وضربكة قدام المرمة واحدة والتانية وحطه واش رجله فيها بيتالي حط سن الحزاء بيتالي كده وزقها حلوة اوي 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 تسكن الشباك في الديئة واحد وعشرين طبعا يعني لو رجعتها مرة تانية مفترض ان الموقف هنا دربكة رهيبة دربكة رهيبة لازم اللعيبة تبقى بكلم على الاصفر بقى الاسماعيلي لازم عندهم تركيز كبير جدا الكرة بتحرك فينه ورايحة فينه وجاية منين لكن منفعش في الدربكة دي تتزق بالشكل ده بالحقيقة بشكل صعب قوي على مدافعي النادي الاسماعيلي ده كان الهدف الاول الهدف التاني اوكوي ده مكسب كبير جد في الديئة 42 عامل الله اكبر زي الوحش زي الوحش ترفعت من ناحية الشمال ورجعت مرة تانية ومرة تالتة وعدة وعدة وامحطتها حلوة 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 طبعا هو اسمراني لكن اللي عندنا طبعا البييرو ما بيصمرش لو سمرناه هنصمر كل اللعيب ده البييرو لكن ده طبعا اوكوي في الديئة 42 حطها في وسط المدافعين شق طريقه بشكل روعة روعة طبعا احمد رفعت من احت الشبال كان عامل شغل عالمي عالمي احمد رفعت الحقيقة بيغازي النادي الزمالك بقوة لانه بيقولهم مش انا اللي كنت امشي مش انا اللي كنت امشي ادي اوكوي دخل ورقص واحده التاني وحطها روعة 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 الهدف التالت بقى يدرس لرزاق سيسي وارجع واقول وممكن بتقول الزمالك يزعله مني او بتقول الاتحاد يزعله مني اكتر يا جماعة الراجل ده يعارس زي يعارس زي يعني رزاق سيسي ده سؤال بكرره ثلاث مرات هو قلته مرتين والتالتة هي بص 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 حطافين يا راجل يا راجل ده تعيره ازاي ده بقى واحد زي ده ابني في حجري وطلعه طبعة حاس كدار يزعله مني دلوقتي انا كنت بتكلم كلمة حق بما يرضي الله ده لعيب جبار يا جماعة مين سوري يعني في الاطراف او حتى في العمق في ناجز زمالك زي زي الراجل ده سيسي ده اولا قوة بدنية رهيبة وبعدين بيعرف يرقص بطريقة مش طبيعية وبعدين هالجامعة الجون فروت فروت بيحط جسمه يحط راسه يحط زي ما انت عايز اقول زي ما انت عايز اقول فلعيب بمنتهى الصراحة من اتخذ قرار اعارته خارج ناجز زمالك ملوش فكور بمنتهى الصراحة كده انا افهم العين ما هو المدرب او الكتش او كذا عين في الاول في اخر عين عين ازاي ما تشوفش ده ازاي ما تدروش فرصة حقيقية في ناجز زمالك وبعدين تدور على اليمين والشمال ومن هنا ومن هنا ومن هنا والله العظيم ولا واحد في اطراف ناجز زمالك ييجي ربع يجي ربع رزق سيسيدا اقسم بالله اقسم بالله مش محتاجة يعني خبير فني عشان يقولها يعني طيب ده فيما تعلق بهذه المباراة ترجمة نانسي قنقر